اعرض اسمه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن سعادته بفوز المهرار ميثا ملك سموه بالمركز الأول في مشاركتها الأولى خلال مسيرتها وذلك بتحقيقها المركز الأول بمضمار ريدكارد البريطاني لمسافة 1200 متر على العشب الطبيعي وأوضح اسمه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الجديد يجسد الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الفروسية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وحرص جلالته أيده الله على تقديم كامل الدعم للرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة الفروسية بشكل خاص خلال المشاركات الخارجية وأشار سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة الفروسية حققت وما زالت تحقيق المزيد من الإنجازات في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه مبينا سموه إلى أن هذا الإنجاز ثمرة دعم جلالته أيده الله ورعاه وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق فيكتوريوس علامة فارقة في رياضة الفروسية خلال المشاركات الخارجية بعد أن حصد العديد من الإنجازات في الفترة الماضية مبينا سموه أن الفريق سيواصل على هذا النهج لمواصلة تحقيق الإنجازات والتأكيد على أن رياضة الفروسية في مملكة البحرين باتت رقما صعبا في المشاركات الخارجية وأشهد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها المدرب الشهير روجر فرنر والفارس المتميز ديفيد أيغن بتحقيق هذا الإنجاز هذا وتمكنت المهرى رميثة من تحقيق المركز الأول في مضمار ريدكارد البريطاني لمسافة 1200 متر بعد منافسة قوية مع مختلف جياد العالم حيث خصص الصباق للخيول ذات العمر سنتين فقط وبمشاركة سبع من الخيول يذكر أن المهرى رميثة سجلت اسمها على قائمة أبطال المستقبل بحصدها هذا الإنجاز